ونبقى مع التراث حيث احتفت هيئة الشرقة للمتاح في مساء أمس في متحف الشرق البحري باليوم العالمي للتراث الذي يصادف الثامن عشر من إبريل من كل عام وذلك ضمن أنشطتها وبرامجها لهذه السنة واجتمل البرنامج على عدد من الأنشطة التفاعلية والفقرات التراثية المتنوعة كالحكوات وركن الأكلات الشعبية بالإضافة إلى الفرق التراثية الشعبية والعديد من الورش التفاعلية ويتسق الهدف من الاحتفال بيوم التراث العالمي مع تطلعات الهيئة في تعريف المجتمع بالموروثات الثقافية والحضارية التي تسخر بها دولة الإمارات وما كانتها كحضنة للتلاقي الثقافي والحضاري العالمي